السلام عليكم أخوتي سوف نرى درس الغابع دي من الأساسيات بالنسبة للأساسيات كتبقى شي حاجة اللي هي أساسية يعني دي ما كنقولها و كنعودها أنا بدأوا معي ناس اللي ما كيعرفوش كلمة واحدة ما كيعرفوش بوانغليس تقولوني يعني راه تيكون القيطة عديلة ودروري كندوس بهم في هال المرحلة الأولى دي الأساسيات تاروري ما كيدوزوا منها والحمد لله كيتبازاو ومن اللي كندخلوا الدروس دي الباكالوريا راه كيعطيو فيهم كيعطيو فيهم بحكم وما كيتغلبوش بحكم أنهم سافيتبازاو خدولها بعض في الأول يعني بدنا منزروا فالأساسيات أساسيين وما تغفلوش عليهم أوكي يلا غنبدا غنكمل المراجعة دينا وقلنا غادي نشوفوا دابا الدرس ديال الدرس الرابعة دينا الأساسيات واللي هو والأوف هادو بجوجهم شنو معناهم؟ معناهم كنستعملوهم أخوتي مع الملكية كيفاش مع الملكية شوفوا معي هذا الملكية عندي حميد سكار حميد سكار فكار هي السيارة حميد سكار السيارة تا حميد ها شفتوا أبوستخوف أس ها هي السيارة تا حميد فأنا هنا علش استعملت أبوستخوف أس وما قلش مثلا كار أوف حميد يعني السيارة ديال حميد نيت علش استعملنا أخوتي أبوستخوف أس ومستعملناش أوف ببساطة لأن هنا كنهضر على حميد حميد إنسان فالإنسان تقيد معه أبوستخوف أس حميد سكار هذا فإنسان بعد هذه أفوستخوف أس قد يستعملت التي يتعلم 所以 ساميراز الصان ساميراز الصان يعني الإبن تا ساميرا الإبن تا ساميرا اسمحوا لي لسما تشوش يصطع المغي ساميراز الصان الإبن تا ساميرا ولدها ساميراز صان فهناك كما قلت مغان قولوش صان أوف ساميرا لحقا عشانا كنهضروا على ساميرا إنسان كذلك أبوستخفقات ممكن استعمالها حتى مع الحيوان ممكن استعمالها حتى مع الحيوان نفس الشي مشي مشكل بالنسبة لأوف كنتمشي أخوتي مع الجامد كنتستعملوها مع الجامد جامد مثلا نعطي مثال تا كاس تا الحليب تا الحليب تا الحليب مثلا تم دغا النهادة ساميرا نفس الشيء من الأمر مستعماله تا الزائف الموضوع على المرحة كاس ديال الحليب مثلا مثلا name of the school اسم تاع المدرسة حاجة تاع شي حاجة أخرى فهنا المدرسة تملك ذلك الاسم عندها الاسم ديالها الاسم ديالها فهنا عندنا الملكية او عندنا حتى كيفما نقول لكم ذلك المعنى تاع شي حاجة فالمهم اخوتي هذي لك تبقى long lay باش ترحب العربية يعني رماشي ديما غاجبها exact مئة في المئة فكتبقى كل اللغة عند هالخصائص ديالها وتكون ترجمة ديالها تقريبية فقط ديما كنقولها تزامة تقريبية اغاندوز ديب اخوتي للدرس الموالي اللي هو adverbs of frequency دوز معي ديما كيفما قلت عندك الدفتر ديالك وكتكتب وكتناطي معي ال adverbs of frequency اللي هم بالعربية ضروف التكرار verbs of frequency اكيد غادي تحتاجوهم مهمة في داخل في الاساسية ترى تشوفهم دابا وغا تعاودوا تشوفهم وتصادفهم في بلايس اخرى ضروف التكرار ضروف التكرار غادي نعطيهم لكم دابا تود سويت عدنا اول ضرف هو always دائما usually usually شوف usually كتنطق معناها غالبا often معناها كثيرا ما sometimes معناها احيانا rarely معناها نادرا ثم never معناها جامي جامي ابدا جامي ف always صافي قدتها في دابا العربية هادو غالبا أخوتي كنتستعملوهم مع واحد زمن اللي اسميتو present simple اي زمن الحاضر البسيط المضارع البسيط present simple مهم غادي تقولوا لي ستفكرنا في زمن present simple دا بغا نعطيه لكم نيت present simple كما يلي يستعمل اوكي بالنسبة لهذا الزمن هذا دونك فترخد هذا ودرس ترقم ستا في الأساسيات ها نشو ما بالنسبة ل present simple اوكي اوكي كنتستعملوه خد عندك كنتستعملوه مع من اللي كنتعطيه لرأي ديالنا نعم وكذلك من اللي كنتكلموا على شي حاجة حقيقة حقائق يعني ما كان ما كان اختلفوش عليها وكذا اللي كنتستعملوه مع الروتين شي حاجة اللي كنديروها بشكل مستمر بشكل منتظم إما كنديروها مرة في السمانة يعني كل السمانة كل شهر كل عام كل عامين كل عشر سنين مهم هي الشكل منتظم وفهو كيف ما قلت نعم حدث حدث منتظم وكي يحدث بشكل منتظم نعم الآن غادي نعطي ديما كيف ما قلت كنعطي الصيغة البوزيتيف وكنعطي النيغاتيف وكنعطي الصيغة السؤال وأنا كنقول لكم ركزوا على الصيغة البوزيتيف دائما في كل الزمن ركزوا على الصيغة البوزيتيف عندي بالنسبة الضامر اي مثلا غا ناخد الفعل play الفعل ندير هنا بين القوسين play غادي نصرفوا الدعبة فهنا كندير بالنسبة الآي كنقول I play مثلا I I I always شوفوا معايا I always play football ديما كاللعب فوتبول شفتوا احنا دا بكونا جملة موفيدة أو I sometimes play football I sometimes I sometimes play football هانتوم كتلاحظوا باللي أن المحل أو المكان ديال الفعل هاد ظرف تكرار المكان ديالوك يجي قبل من الفعل So I play football you نتع كدلك you play football يك هي مع هي شوف شنو غا نكتب غا نكتب plays plays football اوكي هانا نشوفوا معا he plays football كنضيف واحد الاس هادي قاعدة كتكولي أنه مع هي ومع سمعني مزيان مع هي ومع الشي ومع إت راه كنت تعمل الفعل كي جي كنضيفه له اس داكور معامتم ديما مع هي وشي وإت هو هي إت كنك تتعود على الغير العاقل كنضيف الفعل جانا كنضيفه له اس طبعا في زمان ديال present symbol مع وي نحن شو غادي نكتبو غا نقولو we play ما غا نضيفه له اس لحتة شي حاجة we play football نكمل they لي معناها هما أو هم كنذكر play football ثم you لي معناها أنتما أو أنتم play football صافي هذا تذكيره بالنسبة للدرس ديال present simple هذا قلنا صيغة positive دا بغا ندوز الصيغة negative وغادي ندير هنا سمعني غا ندير I don't play غا نديره you don't play أنا لا ألعب الفوتبول لا ألعب كورة القدم you don't play he she it أخوتي سمعني doesn't play doesn't play هادي قاعدة أنا ما كنجيبش هالشي من رأسي هالشي هاده والله وغلي doesn't play we don't play they don't play you don't play لاحظة هنا من اللي دخلنا doesn't ترى مشا ما بقاتش عندي اس في الآخر ما بقاتش دا بغا ندوزو فهال الجمال كلها معناها أنا لا أنا لا ألعب الفوتبول هي لا تلعب الفوتبول نحن لا نلعب الفوتبول غا ندوزو دا بلصي غاديا السؤال غا نبدأ السؤال جالي غا نحيد نيغاتيف غا نحيده غا نحيده دا ما عندي ما ندير به بالنسبة للسؤال دا كاخ ما غا نحيد نيغاتيف نا بلصي غا نحيده دا شي كامل لا بلصي غا نحيد غا نحيد غير هاد انتين شوفوا باش ما تتخرب خوش ليه باش ما غاليش تتخرب خوش ليه غا نحيدها كاملة غا نحيدها كاملة حا فا، سوف نرادها بلصيغو غان نرجعها في الوزيتيف هانتم كتي لكتبنا في الول في الوزيتيف ياكو هانتنو غا نحيد الانا نيغاتيف و غا نحيد ها لكم سيرة السؤال وسيرة سؤال أخوتي ما تقول لي القاعدة سوف نضع لكم واحد علامات استفهم سوف نضع لكم بالنسبة لأي سوف نضع اي سوف نضع اي سوف نضع في الوال السؤال نضع نضع ولكن مع هي وشي وإت غندير داز فالسؤال كي بدأ بداز بالنسبة لهي وشي وإت ومعاوي السؤال كذلك غايبدا بدو ومعاوي ذي السؤال غايبدا بدو ومعاوي كذلك غايبدا السؤال بدو سافر هنا طبعا بما أنه عندي هناية هادو الماجوسكل غايبدا سافيها المهمة مناحدة بسيطة الماجوسكل ما غايبقاوش لأنه إحنا دخلنا فالساف الكلمة ما بقيتش جات في الأول ما بقيتش جات في الأول غايبدا سافيه 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 دو إذا كتلاحظوا باللي أنا بالنسبة للصيغة السؤال داز كاتمشي معا هي وشي وإت كاتجي في الأول دي السؤال وبالنسبة للضمائر الأخرى الدمائر الشخصية الأخرى ها كتبدأ بدو أعيد بأن شنو اللي كنتستعملوه كنتستعملو كنتستعملو دورو في التكرار هادو اللي شفنا هادو وكذلك واحد الملاحظة كذلك كنتستعملو من اللي نشوفو في الجملة من اللي غا نشوفو فيها كل نهار كل نهار هادو الكلمة راحة كذلك كنتستعملو معها يعني الجملة اللي فيها غا نعرف باللي كو غا نستخدم الزمن اللي غا نستخدم هو يعني الجملة اللي غا يعطوني أنا إلا لقيت فيها غا نعرف راسي غا نستخدم زمن كل يوم او كل شهر كل أسبوع كل غا ندو زبا نعم صافي هادش هاده اللي كان بخصوص هاد الدرس هاد بهدين كنشوفه مش فقط مراجعة لكن شوفه راسي عقص الدرس كانوا درس إعادة الدرس كانوا صافي مش مش مشكلة طيب يا ندو زبا الدرس الموالي اللي هو كمباراتيبز أو معاراتيبز بالنسبة لهذا الدرس comparatives معناها صيغة جال comparatives معناها صيغة المقارنة و superlatives معناها صيغة التفضيل قبل ما غادي نعطي أنا الشرحة لهذا الدرس هذا واني بغي نذكر بما يسمى بالأدجيكتيف شنو هما الأدجيكتيف هما الصيفات هما الصيفات ليس أدجيكتيف كما عندكم في الفرنسية مثلا غا نقول نعم السي غا نقول كين أدجيكتيف اللي هي مثلا بيج بيج معناها كبير small معناها صغير عندنا مثال آخر short معناها قصر delicious معناها لذيذ delicious good كتعرفوها كاملين و bad كتعرفوها كاملين good معناها جيد bad معناها سيء أدجيكتيف واحدة أخرى هي hard working hard working مشتهد مشتهد بزاف نعم كتلاحظوا كيش ما كتشوفوا بعنا هاد الأدجيكتيف كين اللي فيها كين الأدجيكتيف اللي صغيرة بحال big و small صغيرين يعني حتى في النوت قديلهم صغير big هي صغيرة و النوت قديلها صغير small هي صغيرة و النوت قديلها صغير على عكس عندنا ديذار جيكتيف لطوالين delicious هي طويلة و النوت قديلها كدلك طوال delicious بحال كدلك hard working hard working حتى هي مشتهد طويلة و النوت قديلها طويل صافي؟ هاد الملاحظة جيدة مهمة حتى هي غادي تخلينا نستوعبوا القاعدة دي لهاد الدرس فاجي نبدو أولا بالcomparative أو نبدو بصيغة المقارنة comparative هي من اللي كان قارنوا واحد جوج ديال الأشياء أو جوج ديالناس أو جوج ديالأماكن المهم جوج جوج صافي؟ مثلا نقلت لكم بأن السامر اللي هو الصيف winter البرد و ديالت لكم بين قوسين hot يعني حار فأكيد بأن السامر أو الصيف يعني أحره من الشتاء هادك أحره كيفاش حنا نعبر عليها السيدة كتقول لك القاعدة سمعني مزيلا كتقول لك القاعدة بالنسبة الcomparative إذا كانت عندي الأدجكتيف صغيرة غنضي لها السيدة فقط غنضيف لها فقط ثم غنضي لحدها than هادك أنت عندي الأدجكتيف صغيرة وإذا كانت عندي الأدجكتيف طويلة 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 فأنا غنضي لها more ثم غنضي لديك الأدجكتيف اللي عندي ثم ما عندي then غنطبق القاعدة فبالنسبة لـ summer كتشوفوا بأنه hot أدجكتيف صغيرة ثم غنضي لها صغيرة ثم غنطبق عليها القاعدة الأولانية اللي هي أنه غادي ناخد hot وغادي نلسق لها شنو ER في الأخير ثم غنضي له then صافي هادا ما كان غادي طبعا هنا غادي نضوبل هاد لوتي لان عندي هنا O عندي واحد فويل قبل من then ما صافي جيدة باسيدي بغيت نقول بأنه pizza سمحوا لي هنا رعندي is هنا رعنجي is هنا رعنجي is هنا رعنجي pizza يك بين قوسين نقولوا tacus وبين قوسين رعنجي لكم هذا يمكنك تقرير ديك الادجكتيف اللي شفنا قبيلة اللي هي delicious فبيتزا بغينا نقول أن هي آلة دو آلة زومين تاكوس بنين عليه كتشوفوا بأن delicious هي واحد الادجكتيف طويلة حتى البرونسياتيون ديلها طويلة غنطبق عليها القاعدة اللي هي شنو؟ غندير more ثم غناخد الادجكتيف اللي اعطوني delicious ثم غندير than أنا هنا فقط طبقت القاعدة خوتي سوف بيتزا is more delicious than tacos سافي هذا هو فقط هذا هو الكمباراتف كما قلت كان نكمباراتف جوج فقط جوج ديال الأشياء هنا غادي نتكلم ضروري على واحد الاستثناء اللي هو مثلا غنقول أن رابط أعطوني رابط رابط وفراغ وهنا عندي مكناس مثلا بغيت نقول بأن رابط حسن من مكناس بين قوسين أعطوني good فهي الرباط حسن من مكناس فهنا أخوتي إلا جينا نطبق القاعدة غتقول لي بأن good adjective صغيرة ثم غنقول لها أخوتي غنقول لكم أخوتي خطأ سمعوني مزيان good عبارة عن ستناء في اللغة الإنجليزية يعني أنا ما غنطبقش عليها القاعدة وإنما غنحفظها غنعرف بأن good قاعدة كسجولية بأن good تصبح better better صغيرة هذه قاعدة ستناء يعني أحفظها كيف ما ها كان فرابط is is better than than مكناس فهي أفضل من مكناس شفتوا نفس الشيء بالنسبة إذا كانت عندي bad اللي هي سيء ما غنقولش هنا bother يعني ما غنجيش نكتب bother إلا كذلك هادي قاعدة كتقولي بأن هناك ستناء في اللغة الإنجليزية bad في الكمباراتيف تصبح worse وتصبح worse than worse than رابط is worse يعني رابط كفث من مكناس فهي العكس ديال better than واضح نزيان نضغن دوزو الدرس الموال اسمي تقول الشق التاني من ها الدرس اللي هو superlative superlative بالنسبة ل superlative قلنا بأن هي معناها صيغة التفضيل أنا غنعطيكم دابة كذلك الشرح ديالها نعطيكم القاعدة ديالها أول نطبقوها في العمد يلا وصف نبينا عليه السلام فنعطيه إذا كانت عندي أدجكتب صغيرة قاعدة قاعدة تقولي إذا كانت عندي أدجكتب صغيرة دونك شنو غادي ندير غادي ندير غادي ندير الزه ثم ديك الأدجكتب اللي عندي ثم غادي ندير أستي غا لصق لها واحد أستي وإذا كانت عندي أدجكتب طويلة غادي ندير ثم ديك الأدجكتب طويلة صافي صافي هاتي لكين غا نعطي ميتال مثلا غا نقول لعمسي دبا إحنا دبا في المغرب عندنا بزف دي الموضن المغربية بزف بزف فغا نقول أنا رابط مثلا هي أحسن بدينة ولا أجمل مدينة المغيم هاتم ما شوفوا رابط is city in مراكو هذا غا ميتال أكيد هي ماشي أحسن مدينة كين تبارك الله محسن منها فغا نعطي بينا قوسين beautiful beautiful صافي فغا نقول بأنها رابط هي أجمل مدينة را كتبا لي من شنية بعد السوبرلاتف هي حاجة كتكون هي كنفضلها ما بين بزف ديال ما بين بزف يعني تقدر تكون واحد حاجة وحدة كنقول لي أحسن أحسن حاجة كينا أفضلها كينا ومش ديال ما تكون بالشكل موجب أو بالشكل إيجابي ممكن تكون سلبية مثلا نقرر نقول فلان هو أدكات الميت في القاسم أو ممكن نقول فلان هو أكسل واحد فيهم أوكي ليزي يعني هو هو الأقل دكاء فيهم يعني مش ديال ما تكون كنت تفضل بالشكل الإيجابي ممكن كذلك نهضر عليه بشكل تكون سلبي فأنا أو نقول مثلا هذا هو أكثر سريستو كين في هاد المدينة داك ولا هادك سيد هو أبخل واحد كين في العائلة بحال هاكدا فكن ناخد واحد من المجموعة أنا كنقارنه وسط من المجموعة كاملة ما كيفقاش عندي غير جوج ما ماشي كنقارن فقط جوج ديالناس وإنما هناك يقول عني واحد في مجموعة كنشوف واحد وسط من ذاك المجموعة وكننقول إما كيف ما قلت كنهضر عليه بالإيجاب أو كنهضر عليه بالسلم فهلا رابعت سيتي إن مراكو مدينة في المغرب فيها بغيت نقول أجمل مدينة كنا في المغرب احنا دخلت في كيف ما قلت في الصيغة ديال تفضل كتشوفوا بأن الاجكتف اللي عندي بيوتيفل فهي الاجكتف طويلة فأنا غادي نطبق عليها القاعدة ديال كيف ما كتشوفوا اللي هي بما أنها طويلة غادي نطبق عليها وغادي نقول the most beautiful the most beautiful city in in مراكو صفي؟ هذا ما كان ثم نعطي ميثال آخر نقدر نقول مثلا حميد هو بغينا نقول هو أقصر واحد في القاسم اوكي student in class شفتو in class يعني القاسم ممكن يكون فيه 20 31 30 40 51 فأنا بغيت نقول بأن حميد هو الصغير هو القصر فيهم فهنا غادي ناخد الاجكتف اللي هي short بما أنها ادكتف صغيرة كيف ما كتشوفه فغادي نطبق عليها القاعدة اللي كتقول لي أنه غادي الزه في الأول هانتو ما غادي الزه ثم غادي نلصق هنا واحد كتولي the shortest the shortest student in class هنا كذلك نستشيك فيما قلت قبلها بالنسبة الاجكتف اللي هي good ف good بما أنه هي استثناء في اللغة الإنجليزية كتشوف بأنها صغيرة ولكن ما غا نقولوش the goodest لا كيف ما قلت هي استثناء في اللغة الإنجليزية كتشوف لي the best تصبح the best فربات هي أفضل مدينة كينة في المغرب إذا كانت عندي bad سيء فغا نقول بأن رابات هي أسوأ مدينة كينة في المغرب وفي هذه الحالة غا نكتب the worst city in Morocco the worst بعد تصبح the worst ترجمة نانسي قنقر